بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحقيقة يعني رافض من روافض الوطنية في مصر أنا شخصيا بتعلم منه كتير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز أحمد الطويل وكيل معهد البساتين السابق للإرشاد بالمركز القومي لمركز البحوث الزراعية أنا برحب بضيفي أهلا بيك يا دكتور عبدالعزيز دكتور عبدالعزيز أنا مهما اتكلمت في تقديمتي عن حضرتك لكن الحقيقة لن أم فيك قدرك أنا شفت بعيني التكريمات الجميلة قوي قوي اللي حضرتك يعني اتكرمت وشفت قد إيه الحب ومظاهرات الحب التي اندلعت في تكريمك وتعبير عن مشاعر الناس دي حضرتك وبيك وبالناس دكتور عبدالعزيز عزين ناخد فكرة سريعة عن المشروعات القومية وكلمة المشروعات القومية احنا كنا بعيدين عنها لسنوات طويلة احنا هجرنا كلمة المشروعات القومية لكن أنا حاسست ان احنا فيه مشروعات قومية حقيقية اليومين دون عاسها تكلمنا عن المشروعات القومية اللي حضرتك يعني شايفها انها بتتنفذ وانت كنت واحد من صناع القرار في المجال الزراعي بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا بتشرف بوجودي مع سعادتك وسعادتك طبعا عارف ديه مقدارك كصحف ومزيع لامع وانا سعيد برضك ان انا جاي في عياد عيد الشرطة وصورة 25 يناير اللي بتفكرنا بصورة 25 اللي فعلا اللي جات بعدها 30 يونيو وتبعتها في ان حصل مع الرئيس السيسي والدولة مجالات احنا كنا لن نتخيل ان ممكن تحدث احنا اذا كنا لا اقول ان صورة 25 يناير او 30 يونيو هي اعادة حققية لشخصية مصر وحضارة مصر الحقي بدأت البداية انا هتكلم على في المجال الزراعي بداية يعني كان نصب عين رئيس السيسي والدولة الرجل الفقير الرجل الفقير اه نعم فكان او الرجل البسيط او رجل مصر اه ان بدأنا ببرنامج انتاج التقاوي انتاج التقاوي اه اه احنا كنا منستورد تقاوي بمليار واثنين من عشرة جنيه خضر تقاوي خضر كنا منستورد كام يا دكتور رقم ده مليار واثنين مليار ولا بليار مليار مليار واثنين من عشرة جنيه مصري اه كل سنة اه تقاوي خضر يا رقم مفزع جدا اه طبعا اه جيه وقالوا هذه الوقفة من فقامة الرئيس ليه ليه منستورد التقاوي دي احنا عندنا مركز بحوث مراكز بحثية على اعلى مستوى عندنا جامعة جامعات مصرية عندنا عقول على اعلى مستوى عندنا فلاح مصري بيضربيه المسل نعم مصر الزراحية سبع تلاف سنة يا دكتور ادوات اه تفوق اي دولة نعم طب ليه منستورد فبدأ نحط تضع النقاط على الحروف دقاطة التربية الخضر عايزين فلوس نوفر لقل الفلوس بدأ وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الزراعية ودكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز بحوث الزراعية للإرشاء والتدريب وبدأوا يتكون فريق كامل من ده خاطرة ما حد بحوث البساتين المعليين بمجال التربيت الخضر انتاج التقاوى اه وطبعا كان من قبل ما قدرش اقول رجل فاضل الدكتور صلاح محمدين في انتاج اكسار الخضر بدأ يجمع يجمعوا بقى الناس دي اللي هي متميزة واللي اشتغلوا فعلا وبدأوا يجمعوا الخيوط دي يقولوا تعالوا يا تربيت الخضر تعالوا بقى اشتغلوا نعم وبدأ الامور تترتب على اساس يبدأوا ينتاجوا تقاوى خلال فترة اه يعني بقى ان 30 بدأ يحصل تسجيل 23 صنف من تقاوى من الخضر اه برضك بدأ الاصناف اللي كانت متميزة نعم زي اجياد اه اجياد في الدكتور صاحب محمدين اللي مطلحة اه للصوب واجياد للحقول المفتوحة في انتاج الطماطم فلفل لغضر اللي هو الفلفل الملون اه الخانتالوب البطيخ حتى اللوبيا كان دايما كنا معروف اللوبيا اه بتطلع اللوبيا اللي هي امعين سودة لا بدأوا يطلعوا اللوبيا امعين بيضة وبدأ يبقى الل هي بتتميز بالانتاج عالي ومقاومة عالية نعم لدرجة انا هقولك حاجة بسيطة ان في الفلفل الملون البذرة لو احنا امطلحها بانتاج التقاو بتاعتنا بتلاتين قرش الشركات برك ها بتجيبها بتطلع Bryon بتجيبها يعني الفرق برضو طبع كبير جدا 30 قرش برا بـ 2 جنيه بدأ كمان مش كمان العملية ما وقفتش على انتاج التقاول لا اتعملت مدرس حقلي دكتور استسمحك قبل ما عدي موضوع انتاج التقاول أنا ما عديتوش أنا بيستوقفني سؤال مهم جدا في الجزئية اللي حالك تفضلت وقلت عليها دلوقتي عندنا عيب كبير اول ان يبقى عندنا اكبر مركز بحسي مركز البحوث الزراعية اكبر مركز بحسي متقصص في مصر ربما يكون في الشرق الاوسط كله ونستورد بمليون بمليار بمليار الرقم اللي حالك قلتو يعني ده رقم مفزع جدا وان احنا ميبقى عندنا خيرة علماء مصر واحنا اللي صدرنا العلم لكل الدول الدول العربية تعديدا محينا امية اغلب الدول ونحن لازال لدينا عقبة كبيرة جدا في انتاج لماذا هذا التوقيت الذي انتفض فيه مركز البحوث الزراعية لانتاج التأول خضر والفاكة هو كانت باشارة من فقامة الرئيس السؤال لماذا تستوردون ولا تنتجون ده سيد الرئيس اللي سأل السؤال ده طبعا لماذا تستوردون ولا تنتجون انا مش عايز اقول انا هناك متابعة شخصية منه طبعا متابعة شخصية طبعا للجميع على موضوع انتاج التأول وهقول لك كورونا اما جات الدول اللي تم لو احنا ما كانش الانتاج التقاوي وما كانش ان مصر في المحاصيل الحقلية وصلت الى تأشباع في الانتاج احنا كنا وصلنا الى حالة مزرية جدا وحالة سيئة جدا ولكن لو لا الانتاج المتميز من المحاصيل الحقلية وان احنا وصلنا الى 100% ولا نعتمد على الدول الخارجية لكننا يعني كنا تعرضنا الى مأساة طبعا قلصتنا في ظل الظروف الحالية الحالية اه تميزت مصر في القورونا تميز عن دول كثيرة في الدول العالم مصبوط بالاضافة ان اهتمام اه وزارة صراعة بالانتاج التعاوي لا لم تتوقف على انتاج التعاوي مدارس حقلية كل محصول كل انتاج متميز او ابحاث تطبقية متميزة نعم بيتم هناك مدارس حقلية في المناطق المستصلحة انا رحت بنفسي وديت هناك محاضرات في المينيا نعم وكان فيه اه اسيوت في المناطق المستصلحة وهالمده معنى كلمة مدرسة حقلية ان نمسك من اول رمي البزرة حتى الحصاب بتجمع الفلاحين اشرف وتجمع الفلاحين وارشاد كامل ارشاد كامل بتجمع الفلاحين وعمل نوع من المدرسة الحقلية ونجمعهم ونوريهم المميزات والتطورات الجديدة عشان يقدر هو بعد كده يتطبق بارتك اه بعد كده مشروع المليون ونصف فدان نعم مشروع المليون ونصف فدان بدأ يحصل في 8 محافظات في 13 منطقة ايه المحافظات نعم محافظات كان الاول محدش كان بيبص كانت منسية في طي النسيان او اسوان اسوان قنة نعم المينيا نعم اه الجيزة الاسماعيلية الوادي الجديد مطروح اه كل الاسماعيلية نعم المحافظات محافظات بدأنا نروح الوادي الجديد بدأنا نروح المغرى نعم بدأنا يروح بيه اه قناء القنة بعد كده وسط اه سينة وشمال سينة كل ده عشان تبدأ وايه وتحليل على اعلى مستوى للطربة وللمية علشان ما يجوا يزرعوا يبقى فيه زراعة متميزة نعم وفيه ومتابعات متابعة ومشاريع من الاكاديمية ومن المركز البحوث الزراعية وبين الجمع واصبح بالاضافة ان اصبح هناك العمل كفريق متكامل مركز البحوث تأسيمة المحافظات يا دكتور اه يعني واضح ان لها اه يعني هدف معين يعني من يروح المينيا اكيد لهدف اه اسوان لهدف لحاجة يعني اذا هنا انتم ترعون انتاج انواع تصلح في هذه المحافظات طبعا مفقا لدرجة الحرارة وفقا لتعداد السكاني اكيد فيها اهدف طبعا وعندك وعندك الزتون وعندك الزتون وعندك فيه الطماطم وعندك المنجا ومحاصيل اللي هي الفسواء فواكه او خدر او محاصيل حقية اللي هي تتماشى مع هذه المناطق ويبدأ يزرع في هذه المناطق بحيث انه يستثمر الاراضي اللي كانت منسية وخالية بدأ الفلاحين ياخدوا بدأ يتوزع الاراضي في هذه المناطق وبدأ ان الفلاحين ياخدوا اراضي في المناطق المستصلعة وبدأ تزيد المساحة من المساحة الزراعية بعد ما كانت المساحة من تماء من تمانية مليون فدان الى تسعة ونصف مليون فدان طب دكتور يعني خاليا برضو الكلم على جزئية مهمة جدا هي الفجوة اللي موجودة اللي كانت موجودة زمان ليه التقاوي اللي كنا بنستوردها منبرة بالمبالغ الكبيرة بالمليار ده ما كانتش تسلح تاني ان يتاخد منها تقاوي تاني يعني هل كان ينفع ان هي تتاخد منها تقاوي تاني للسنة اللي بعدها لا يعني الفلاح زرع السنة دي مثلا سي امح ليه الفلاح كان زمان يقولك ايه انا هحوش للسنة الجاية ما يبيعش المحصول كله فيحوش للسنة الجاية يعني خلي جزء عنده للسنة اللي بعدها بدأوا برضا يبصوا بدأوا سيادة الرئيس بدأوا انتجاه الدولة يجيبوا صوامع معدنية خمسين الصوامع بسنة سعة الصوامع المعدنية تلاتين الف للطن للصوامع نفسها عشان التخزين وكلام ده يعني فيه مساعدات للفلاح في شتى الطرق الحاجة كمان تدشيط مبادرة قرية المنتجة نعم وزارة الزراعة مع وزارة التنمية المحلية القرية المنتجة النهاردة بعد ما كان دايما ما قلت تقولك المدينة اما القرية محدش كان بيبص للقرية لا نهاردة فخامة الرئيس والدولة بدأوا يقول لا قرية المنتجة لابد ان تكون القرية وتطوير القرية ولابد ان يكون هناك القرى تنتج والقرى نأخذ بقى الدولة تأخذ بقى من الفلاح ومن القرية وتحول القرى الى قرى منتجة نعم انا اقولك على مثال القرية المنتجة فيه سلمون القماش في محافظة الدقالية نعم كانت بتنتج افضل منتجات قطنية وصوف نعم فالرئيس حسن بارك وما كان رئيس فراح في لندن فلاقوا ان ان القميس بقول القميس ده بسط او من منظر القميس وال عاجب وشكل عاجب وشكل اه فبقول انتج ايه ده فقالوه ده انتج مصري اه ده قطن مصري بس كاتبين هما بياخدوا كان القطن الخام بتاعنا ياخدوه خام ويصنعوه بتاعنا المهم فشاف المنتج عارف ان ده جاي من سلمون القماش اما رجع من لندن راح سلمون القماش ويشوف القرية دي البسيطة ازاي هي بتنتج هذا الانتج النهارة لما تتحول هزي القرى كله تبقى قرى منتجة زي سلمون القماش دي زي القرى المتميزة نعم الانتجة بدأ كمان احنا نهتم بالقيمة المضافة نعم يعني ايه يعني بدأ النهاردة القطن بدأ نطلع سؤالات متميزة في القطن بدأ يطور المصانع بتاعت القطن بدأ ان احنا نزود المساحات بتاعت القطن نعم قل بدأ لا يقولك اعتمد على الانتاج المحلي احنا نوقف شوية ومش هنجيب مبارا لا اعتمد على انتاجك المحلي بالزبط ونهتم بالانتاج المحلي والله انا لقيت زوجتي كان بنشتري البجامات اللي هي القطنية بالسنوات اللي فاتت نعم بتلتمية وربعمية جنيه فجئنا السنة دي بمية جنيه مية فقط مية طب ايه اللي حصل ايه هو اللي حصل ليه من تلتمية وربعمية جنيه وتنزل الى مية جنيه لان بدأ الاعتماد على انتاجنا المحلي وبدأت المصانع اتجاه الى المصانع بدأنا نهتم بالقيمة المضافة نعم برضك الزراعة الزاكية يعني حضرتك يا دكتور قبل ما ننتقل الزراعة الزاكية حضرتك شايف ان فيه امل لعودة القطن المصري للمنافسة في الاسواق لما كان رائد الاسواق في العالم كله وكان رجال المافي حتى في بعض الافلام الاجنبية كان يقولك ده انا بالبس قطن مصري يعني زي الوقت يقولك ده انا بالبس قبيص مش عارف مستورد منين يقولك انا كنت بالبس قطن مصري هل فيه امل لعودة يعني مكانة القطن المصري من جديد ان شاء الله وان شاء الله ربنا الدين العمر انا عايز اقولك ان مصر كلها يعني بقى فيه اه انتماء ولاء وفيه اه صورة داخلية جوه كل انسان عايزين نهتم بحاجتنا والقطن الاهتمام الدولة اه الحقيق بدأ يتضح نهاردة صندوق القطن اللي كان تابع صندوق اللي قاله لا ده يبقى تابع مركز البحوثة الزراعية علشان يبدأ نهتم يبدأ التمويل العقيقي ونبدأ نشتغل صح بدأ النهاردة الجيش مع رجال البحوث مع الجامعات اصبح هناك فريق كامل كله عشان نقدر نطور نطور قطن نعم نطور انتاج تقاوي نطور الصوب النهاردة صوب مئة الف صوبة مع الجيش والرجال البحوث نعم والجامعات مئة الف صوبة على اعلى مستوى الصوبة الزراعية اللي عملها الجيش اللي عملتها القوات المسلحة الحقيقة اه معرفش حالك تؤيد كلامي او تخليفني الرأي اعتقد انها عمل التوازن في الاسعار في احتياجات السوق حتى في التصدير فرق كتير او في التصدير حقيقي شيء مردود ده ايه اولا زاد التصدير نعم احنا بقينا النهاردة احنا مساء في الموالح احنا الاول احنا الاول في الموالح في تصدير موالح ده عالميا ايو ده رقم حلو جدا حاجة تبعث على التفاق احنا النهاردة انتاجنا زاد في التصدير زاد جدا نعم في انتاج تخيل الزتون احنا الاول ولكننا بنستورد زيت الزتون بنستورد زيت الزتون لماذا يا دكتور ده ما اعتقد ده ما لعبك الأساسي السيرات الزيت أولاً احنا محتاجين التوسع في زراعة أشجار اللي هي الزيت اللي هي الابتنتيك زيت الزتون يعني عزين سلالات جديدة يعني لا عندنا بس التوسع فيها لأن كان الأول كل الاتجاه على زراعة أشجار اللي هي بطلع زيتون للزاوية تقليل فالوقتي بدأنا أن احنا نحاول زي في غرب المينيا وفي المغرى وفي الواد الجديد وفي سيناء بدأ الاتجاه أن احنا نزرع أشجار تنتج زي عندنا المرائي وعندنا الزيتون المعيدة لا 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 عندنا المرائي وعندنا البقور السوناء الغبس هو برضك بينتغ للزيت بناخد ممكن زيت هل مشكلة الزيت الزتون أصلا أنا عارفك أنا من عشاق زيت الزتون بنو ناس بأ زيتك شاف أن في مشكلة في التكنولوجيا العصر نفسها المصانع نفسها تحديث المصانع ولا المشكلة في النوع المحصول نفسه اللي هو بيتزرع لا هو طبعا بدون شك احنا كنا عملنا بحث فأنت عندك مثلا الكوروناكي زيت الزتون نعم كوروناكي كوروناكي ده هاي المرائي بيطلع زيت الزتون ممتاز نعم كل صنف نفسه بيكون التميز بتاعه ده مهم جدا طريقة العصر أيضا بتؤثر فيه إنتاج زيت الزتون متميز مصبوط أنا ما أخد إنتاج بس أنا مش عايزين نخرج عن النطاط بتاع المشبوعات لا إحنا بس عشان إحنا إيه لازم نعالج السلبيات عشان نوصل للإيجابيات فأنا شايف إن في عندنا تقدم مهول جدا بدأ يعني يمكن إحنا عندنا من حصل الحظ إن السيد الرئيس أو الرئيس بيهتم بالقطاع الزراعي على وجه بشكل شخصي وبيتابعه زي ما سيادتك تفضلت وقلت كل حاجة بنفسه عايزين برضو مشكلة يعني إحنا بنستوي ليه نبقى إحنا متقدمين في الزتون المائدة ومتأخرين أوي أوي ناخد مركز متأخر جدا في عملية استيراد الزيت ليه نستوي زيت الزتون لا إن شاء الله الأمور هتتغير وبدأنا زي ما أنا قلت لك بدأنا نتجه إلى زراعة الأشجار التي تنتج زيت الزتون بدأنا النهاردة فيه معاصر متميزة ومنعاصر موجودة على أعلى مستوى فإن شاء الله الأمور يعني أبسط حاجة في طريق إسكندريا الصحراوي زيت الزتون اللتر بيتباع فيه نهاردة بسبعين جنيه مظبوط واخد بقى ده ما كانش كلام ده موجود سبقى نعم فبقى ولسه مازال معناه إنه بدأ يبقى فيه فيه بالضبط إن شاء الله إن شاء الله يبقى فيه يتوافق طيب ننتقل إليه بقى الزراعة الزكية آه بدأ كمان بدأ النهاردة إنه يبقى مع الجيش رجال البحوث ورجال البحث اللي هو مرخز القومي والجامعات بدأوا بيعملوا آآ موضوع الزراعة الزكية إيه الزراعة الزكية؟ إنه من خالد طهران بيبدأ يلقط صور الصور ده هي إنه هي بتبين لك آآ تحيل التربة إدارة متكملة للمزارع آآ تقول للفلاح إمتى يرش نعم المبيد إمتى يسمد إمتى يزرع بيبدأ من أول البزرة لغاية الحصاد كله من خلال التهران بيعمل استشعار بيعمل تحليل للتربة كل كلام ده من تحليل للتربة بتدي مواصفات الكلام ده حديث حديث آآ كل كلام ده ليه؟ كل ده عشان يساعدوا الفلاح نعم عشان الفلاح ما يخسرش عشان الفلاح ورهم كده دكتور الفلاح بيخسر ليه؟ آآ هي آآ فيه سياسة رائعة على الوقت بنزارة الزراعة وفيه اهتمام بالفلاح وبدأوا يعملوله حاجات متميزة بس العملية الأمور مش في يوم وليلة هنغير الأمر ونقول لأ احنا الأمور ماشى بتتطور وإن شاء الله خلال أيام اللي جاية الفلاح هيبقى هو أسعد واحد أنا أقول لك حاجة مهمة جدا نعم التوسع في آآ زراعة المليون ونص فدان والصوب والاهتمام بالفلاح انت عالي في كلية الزراعة السنة دي وصلت مجموحة في كلية زراعة جامعة غيرها كام؟ 2.2% آآ مصبوط تعرف ان انا داخل كلية زراعة جامعة الزأزيق فقاعد مع عميده كلية قال لي انا بدأنا ان احنا نتصل بجامعات في الخارج والطالب خريج كلية الزراعة يحمل خريج بياخد برامج في البيوتكنولوجي وغيرها وان هو بياخد شهادة من الخارج وشهادة من مصر وهو يستطيع ان يعبد النهاردة لا يوجد بطالة بين خريجي كلية الزراعة لا يوجد بطالة لا يوجد بطالة بين خريجي كلية الزراعة ليه؟ لان النهاردة في استيعاب كامل التوسع الرئيس فخامة الرئيس ما توقفش على ان هو توسع في الاراضي نعم اصبح فيه مشروعات قومية في الحيزة العمراري نعم من 6 من 6 الى 10 النهاردة بجانب التوسع الزراعي بقى فيه توسع عمراني فاصبح ان الشباب النهاردة بيسكن بمناطق اسكان بجانب مناطق الاسسلاح فما عادش عنده حيجة كان زمان ان كل واحد عايز يتخرج عايز يبقى في الدلتا عايز يبقى جانب ابوه امه مظبوط وبالتالي اصبح التعدي خرمنا عن هذا المفهوم يعني خلاص بقى يشتغل في اي ارض الله واسعة خلاص توسع عندك ثمان محافظات 13 مناطق ابني فيهم ازرع فيهم انطلق فيهم توسعنا فيهم بقى النهاردة خارج كلية الزراعة مجموع عالي النهاردة مطلوب مطلوب نعم بس خلينا برضو يعني حتى نعطي الحق او ننسب الفضل لأهله دخول القوات المسلحة انا باعتبرها معركة معركة الانتاج الزراعي اعتقد انها عملت قيمة كبيرة للقطاع الزراعي كله لان القوات المسلحة دخولها المعركة والانتاج احنا عايزين ننتج فخلاص بقى يعني لازم لازم نشتغل فخارج الزراعة هيشتغل القوات المسلحة عملت يعني انا عايز اقول مفعول السحر نعم بصراحة يعني عاملين شغل على اعلى مستوى النهاردة تعال اتفرج على الصوب الزراعية نعم على اعلى مستوى النهاردة خارج كلية زراعة بروح اشتغل في الصوب الزراعية وبطلع انتاج على اعلى وحايل نعم استزراع السمكي ده قضية تانية استزراع السمكي في شرق بورسعيد وفي محافظة قافر الشيخ نصبوك بدأنا نصدر في السمك نعم انتاج سمكي على اعلى مستوى النهاردة وليه زراعة مشتهر عمل مشروع انتاج سمكي ده كلية نفسها كلية مشروع تنموي تنموي عملوا برضك تنمية تربية الارانب نعم وبدأوا يعلموا القرى اللي حواليكم كلها عشان ازاي يعمل ده الدور الاجتماعي اللي بتمرسل الجامعات ما اصبح ما انا عايز انا بقولك اصبح مراكز بحسية بتشتغل نعم جيش بيشتغل جامعات بتشتغل نعم شباب النهارده عنده عمل وعارف هيعمل ايه وبيجري وتوفير سكن له وتوفير رزق مصدر رزق له توفير ارض زراعية له النهارده كل حاجة يقول له مشاريع عندك مشروع زراع سمكي عندك مشروع صوب عندك مشروع فددين زراعية بتشتغل نعم مجالات بقت واسعة جدت والامور بقت النهارده احنا تميزنا غير كده فخامة رئيس ما كان رئيس الاتحاد الافريقي بدأ نخش على المزارع الافريقية بعد ان كنا قد هجرنا افريقيا لسنوات طويلة ثلاث عقود من الزمن واحنا بعيد عن قرر افريقيا دخلنا المزارع الافريقية في زنبيا نعم في السودان في النيجر طب حانش دكتور السؤال كده على سان يعني بعض الخبساء لما بيسألك اقولك ايه هو احنا اعمل اراضي في مصر قليلا لما روحنا نزرح في افريقيا حالك ترد عليهم كخبير زراعي تقول لهم ايه في تقاوي بتصلح لا تصلح عندنا وتبدأ نعملها نجربها كنا منشتغل نعملها في اغاندا وفي زنبيا ونشوفها هناك ونشوف الانتاج بتاعهم هناك دعمكم يكون انتاجهم هناك اعلى او قد تصلح في مصر ونربيها هناك ونشتغل فيها هناك في هذي المزارع ويبقى دي حاجة ادي واحدة نعم نمر اتنين ان يبقى منزود مساحة الاراضي الافريقية بقى فيه تكامل بينا وبين الدول الافريقية نعم التكامل زي ما اوروبا بتعمل تكامل بينها وبين بعضيها بين دولها بالضبط اتحاد الاوروبي ده بالاضافة للبعد السياسي بالضبط اه فانت اصبح بتفتح اسواق نعم هات لحوم من السودان نعم اللحوم ادي ابدأ اللحوم ارخص وعندهم مزارع عالية جدا هناك بضبط اتهاد اللحوم وابدأ اتبح وابدأ حط اللحوم النهاردة الامن الغذائي نعم الشركة الوطنية اه الوطنية الامن الغذائي الامن الغذائي ده عملوا شركة وطنية الامن الغذائي في افريقيا على مستوى افريقيا دي فرع مننا فرع مننا على اساسي بقى فيه تكامل نعم امن غذائي نعم النهاردة اللحوم اللي بتيجي اللي انت بتشوفها في الشرطة الشوادر منافس الشرطة بتاعمل وقواط المسلحة الشرطة بتشتغل والجيش بيشتغل والبحوث بتشتغل والجامعات بتشتغل والمستفاد هو المواطنة البسيط بالضبط طيب المواطن بقى بمناسبة المواطن المواطن زعلان قوي ويقولك ايه قاعد بفرق بقى على القروات بتاع الشارق ومكملين ومعرفش ايه ونقصينه القروات اللي هي اللي بتبسس همومها علينا دي واحدين يتكلموا يقولك لو احنا ايه العائد ما انا برضو حاسس بالحياة ضيق الحال وظروف الاقتصادية صعبة واصلي مش عارف ايه غالي و ايه رخيص حاك شايف ده ايه نقوله ايه انا انا هقولك اللي حاجة تعال كده اللحمة اللي هي في المنافس النهاردة اللي بقت كل حاجة اسعار يجيب كل حاجة بسعر مناسب وسعر بسيط زيادة المرتبات اللي هي بدأت تحصل له علشان للشباب والاهتمام بالمعاشات والاهتمام النهاردة احنا ماشيين التوسع في الاراضي دي كلها علشان تبدأ الاسعار تقل تعال تعال سعر البطاطس كام سعر البطاطس دي ده مش كبير سعر الطماطم كام هي غاية علت بس انا بقول بدأت تقل الوقتي وبدأ الاسعار تقل فيه أسعار فيه حاجات كتير هي الصالح المستهلك ولكن دها ليست في صالح المزارع ما لابد هنا لابد يكون هناك دراسة تحمي الفلاح وفي نفس الوقت تحمي المستهلك تقوى تحمي ما هو الفلاح النهاردة بينتك نعم بس في نفس الوقت لابد أن يكون ما يكونش الراجل اللي هو التاجر ياخد منه بالسعر البسيط ويروح يرفع في السعر ويبيحها وهو اللي يكسب والفلاح يخسر هو في اعتقادها دكتور ان هي فيه أزمة في التسويق يعني الحلقة المفقودة في هذه القصة هي التسويق هي دي هي دي هي النقطة احنا دي دراسة أزمة التسويق اما رحت تدذر مين اما رحت أسبانيا اه فلقيت المقاطعة مقاطعة هما قد كذا مقاطعة جنب بعضيها قد أقضها جنب بعضيها فيقوموا جايين عاملين تجمع زي جامعات تعونيها زمان عندنا كده وياخدوا المزارع الصغير مع المزارع الكبير وده بيطفق أسهم على قده وده أسهم على قده المهم كلهم يقوموا عاملين معصارة كبيرة للزاتون ويقوم الزاتون ده يبدأ يتصدر فيقوم يقود المزارع البسيط بقى مصدر منهم زارع بسيط المهم أنا رايح أسيط فجئت إن المشروع ده موجود هناك اسمه مشروع براين مشروع براين براين أه ده الكلام ده وأقولته عندكم في الأهرام التعوني وقولت في كل مكان على مشروع براين نعم اللي هو التكتلات الاقتصادية التكتلات إن أنا حول المزارع الصغير يبقى زي بالضبط المزارع الكبير نعم الكل يشترك وعمل تجمع زي زي الشركات المساهمة لكن على أصغر على أصغر وأصبح وكان ده تحت إشراف مدرية الزراعة هناك والمحافظة وبدأ في النباتات الطبية نعم وبدأوا تبقى شركة مساهمة وبدأوا يقضوا بتاع المزارع الصغير ويصدروا هم وبقى بره وبدأوا يصدروا ويعود على المزارع الصغير وممكن يعملوا مصالح وممكن ويتعامل وهكذا نعم لو إحنا بهذا الفكر بدأنا ننتقل بهذا الفكر وإلى كافة محافظات مصر أنا أعتقد إن الأمور في التسويق هتعود على الفلاح بعائد طيب نعم برضك الانتاج الحيواني نعم مشروعات الكبيرة جدا مشروع البتلو طب أنا يعني هتطار أخد فاصل صغير كده ونرجع عشان الكلام مشوق جدا وخاصة الانتاج الحيواني كلنا بنحب الانتاج الحيواني كلنا بنحب اللحمة فضل هناخد فاصل قصير ونرجع لإستقليف الحبار مع حضرات جسمك ضعيف ومحتاجة تغذية عندك مشكلة الشعر الزائد وجربتك كل الوسائل تعالي بسرعة أمور كلانك هيخلصك من كل متعبك هنشد الجلد وهنحرق الدهون بأحدث التقنيات وهنضيف لجمال الجمال أحنا كمان بنوفر لك خدمات تانية كتير منها علاج الانزلاق الغدروفي وعالاج تيابوس المفاصل وعالاج خشونة الرقبة والرباط الصديبي وعالاج الشد العضلي المزمن وشكل الأوطار وعالاج التشوهات القوامية وتأهيل حالات الطب الرياضي وكمان بنوفر التدليق الطبي وبرنامج رياضي قبل وبعد الولادة وعالاج دمور وضعف العضلات الناتجة عن بعض الأمراض العصبية أو تقدم العمر أحنا بأمورة كلينك في انتظارك في مدينة الشروك جراند مول الدور الأول عيادة 7 خلف بنزينة توتل على الرابط الأوسط للاستفسار يرجى الاتصال على 0100-3749-208 أو 012-811-88805 أجدل التحية لحضراتكم وأجدل الترحيب بضيفي الأستاذ الدكتور عبد العزيز الطويل أهلا بكم مجدداً يا دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن جزء ولو محدود من الإنجازات التي تتحقق في الإطار الزراعي وهذا الملف الهام جداً 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 لاختباطه الشديد بأمن غزاء المواطن وهو جزء جبير من الأمن القومي المصري حضرتك نتكلم معنا الإنتاج الحيواني كنا هنتكلم فيه طبعاً قبل الفاصل عايزين نتكلم على ما طرأ على الإنتاج الحيواني من تطور بدأ فيه اهتمام بالبتلو والمشية مشروع المليون راس المليون راس المشية والبتلو بدأ يطلع تشريع تشريع نعم بعدم زبح الإناث عشان يحافظ على الصرو الصروة الحيوانية نعم بدأ النهاردة ضخ مليا يعني أقول إيه أكتر من كذا مليار ليه على أساس أنه تتوفر المشية والبتلو واللحوم وهيكون فيه للمواطن الصروة هيلة من اللحوم في المشية والبتلو الصروة الداجينة نعم أيضاً بدأ نهتم بالصروة الداجينة كل الكلام بس فيه مشكلة دكتور برضو يعني عايزة أعرف أسبابها من حضرتك وهي ارتفاع أسعار العلف تكلفة العلف يمكن ديها المشكلة الوحيدة اللي هي بتعوق التربية خاصة اللي هو محدود اللي هما صغار المربين يعني هو موضوع ده كان الأول أنت عارف أن التعدي على الأراضي الزراعية كان له تأثير كبير أثناء الفوضى بقى أثناء الأراضي صدور القارات بمنع التعدي على الأراضي والتوسع في الأراضي والاهتمام بالمواشي والمليارات اللي بتضخ مليارات بتضخ لهذا المشروع أنا أعتقد أن يعني إحنا بدأنا الاستقرار وسيشهد وأنا بقولها ويمكن عشان ما يقولوش اللي أنا يعني بمدح أو أنا ده حضرت كنت بكلم الأيام القادمة ستشهد بإذن الله لو ربنا أداني عمر إن شاء الله أن الأمور ستتغير وسيتشهد مصر استقرار لم تشهده منذ فترة طويلة جدا نعم وزي ما أنا قلت مثال بسيط إن البجامة اللي كانت بربعمائة جنيه من تربعمائة وربعمائة المئة تباقت ميمائة جنيه النهاردة تنزل تجيب الحاجة بدأت ترخص الأمور بدأت تتغير ده كل ده مع صبر المواطن وعمله وانتماؤه وإن إحنا عايزين بجد نتحرك مع مسئولية نعم يعني إحنا آه فيه كورونا بس مش معنى كده كورونا أن أنت تقعد في بيتك لا نشتغل برضه نشتغل بس نعمل تدابيرنا الاحترازية ونعمل إجراءاتنا ويبقى الانتماء والولاء موجود لبلدنا ونشتغل ونتحرك زي ما قلتلك إن ما عادش فيه بطالة من طلبة طلبة كليات الزراعة ما عادش فيه بطالة نعم ما عادش فيه النهاردة بقى فيه انتشار للطلبة على مستوى مصر قولها لأ وبعدين بدأ ينشأ كليات زراعة كمان تتناسب وفقا للطبيعة الجغرافية للمكان زي كليات الزراعات الصحراوية أنا هقولك حاجة أنا هقولك حاجة نعم التحول الرقمي في الإرشادة الزراعية نعم بدأ التشجيع من وزارة الزراعة ومن مركز البحوث الزراعية نعم إن احنا عملنا برنامج رقم إرشاد طبعا انت عارف إن الإرشادة التقليدي بدأ يقل للمزارع عملنا البرنامج بدأنا زرنا عشر محافظات في برنامج للزاتون عملنا وبرنامج والرمان وبدأنا تصور من ضمن الحاجات اللي إناها المسؤولة عن المصريين في بريطانيا فجئنا ان هو جاي من بريطانيا عشان يحضر محاضرة تطبيق موبايل أبليكيشن برنامج الموبايل لزوف النبارية أه لحضرتك ويشهد وكيل وزارة زراعة النبارية يشهد إن الراجل جي المسؤول على المصري في بريطانيا جي علشان يحضر وقول أنا جاي علشان أحضر انتشر مرنامج الموبايل أبليكيشن على 23 مواطنين في 23 دولة على مستوى العالم إنتاج مصري بدأنا طيب الدولة بدأت تعمل إيه بما بدأ وانتشر الرقمي النهاردة المشروع ده مشروع من وزارة الزراعة كان إي دي بي آآ تجري يعني بدأ يتم تفعيل الموبايل لبكيشن طبعا ومشروع من وزارة الزراعة إي دي بي آآ اللي هي اللي هم آآ مشرفين على هذا البرنامج نعم واللي دون الفلوس عشان يكون هذا البرنامج موجود ومتابعته والمتابعة من وزارة الزراعة والمركز بحظة الزراعية عشان يتم انتشاره على مستوى آآ احنا روحنا لغاية العشر محافظات نقابل آآ المزارعين المختصين فيهم ونعرض عليهم والبرنامج ما زال آآ فيه تجديد للبرنامج لمحاصيل أقرى واسواء خضر اسواء فكة اسواء انتاج حيواني سيكون هناك موبايل امليكيشن عشان يوصل البرنامج موبايل على الموبايل ارشاد رقمي على الموبايل من غير نت للفلاح ادارة متكاملة للمزرعة كلها اما ليه احد يعني بعض الحاجات اللي هي اعتبروها كوميديا لما جيب لك تصريح لوزير الموارد المائية والري وبيقول ان بعد كده ان الشخص هيروي الارض بتاعته بالموبايل هما اعتبروها نوع من التهريج لا ده حقيقة علما بدأها مفعالة مفعالة حاليا وده اتجاه مش كل حاجة تصدقوها مش كل حاجة تتبسلنا كده نصدقها وخلاص بالاضافة فتحت موضوع الرأي ايضا اهتمام فقامة الرئيس بتحويل الرأي بالغمر الى الرأي بالطنقيد النهاردة ده الحفاظ على التربة وبيحافظ على المية كمية الفاقد من المية وبدأ لهذا الاهتمام وبدأنا من خلال ايضا موبايل أبليكيشن نعم نبين للناس قد ايه ان احنا منوفر بالرأي بالطنقيد واقوى افضل وبينتج وانتج جودة افضل في المحاصيل وبيدي افضل في المحصول من ان انت بتدي رأي بالغمر بالضبط اه اتجاه ده ده بقى احنا مسكنا بقى نقول بقى نلخص ملخص نعم لللي احنا قلنا نعم مشروعات قومية ارتبطت بطعام انتاج تقاوي طعام المواطن نعم مشروعات قومية اللي هي بانتاج المليون ونص فدان نعم في 8 وحفظات 13 منطقة مستصلحة نعم مشروعات قومية ارتبطت بمئة الف صوبة زراعية نعم على اعلى مستوى بفريق متكامل من الجيش والبحوث والجامعات والكل يعمل كجندي في مصر نعم مشروعات في الزراع السمكي نعم مشروعات داجنة مشروعات في الارشاد الرقمي نعم مشروعات في بالإضافة للنهضة الطرق يا دكتور نهضة من الطرق بتخدم على زراع وعايزة ووصل لك نقطة ويعني أنا سعيد انت فكرتيني بيا القطار القهرب نعم القطار القهربائي البعض ينظر تحت رجلي تحت قدمي بالظبط النهاردة بوجود هذا القطار القهربائي بيربط المدن البعيدة بالمدن القريبة ويوفر الوقت هذا يعود على أمن مصر الاقتصادي نعم والأمني ليه؟ وده يجيب مستسمرين المستسمر نعم الفرق ماذا ما ياخد عشر ساعات في القاهرة عشان يوصل لمزرعته أو يوصل لمكانه؟ أنا كنت في البحرين في أولي التسعينات فكان قد حضرت لأن قد عضو اتحاد المصريين في الخارج نعم فلقيت بتوع الغرفة التجارية البحرينية وجاي ناس من برة من كوريا ومن هنا ومن هنا وناس بصير فرجال الأعمال المستسمرين البحرين قالوا إيه؟ قالوا إحنا ما منرضاش ناخد من مصر نعم ده أياميها أنا بتكلم ومناخد قالوا ليه؟ قالوا أولا التعبئة والتغريف والتسويق والسرعة نعم وخفض السعر نعم السعر يفتحهم أقل بالضبط النهاردة في أسواق العالم مفتوحة نعم وده حقيقة إنجاز كبير هذا إنجاز ديني مراحل أما هيبدأ مكان أول ما اتعمل المترو قالوا مترو إيه؟ وحفر الشوارع إيه؟ أه بالضبط أه بنرم فلوسنا تحت الأرض نهاردة المترو مشروع رائد ده هو الفك أما هيجي القطار القهربائي وترتبط الشاب اللي كان بيقول أنا هروح منطقة اللي استصلاح وعد فيها وعبال مركب وأوسط لل طرعب عزيز الحديث معك شيق جدا 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 أنا اللي عارف كده هو متأكد طبعا لكن للأسف بيبدأون وقتنا خلص وأنا كنت سعيد جدا جدا بحضرتك وأنا أسعد شكرا في نهاية الحلقة أنا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا والحقيقة يعني يمكن الضيف النهاردة يعني تحدث على بعض بسيط جدا 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 من كمية الإنجازات الرهيبة التي لا تحصي عددها إنجازاتها تعملت في زمن قياسي لكنها تعادل يعني مئات السنين من العمل والعطاء دمت لنا زخرا سيادة الرئيس ودائما هذا المجهود والتحية القوات المسلحة شكرا جزيلا لكم وشكرا على خير